النفط نازل حتى العراق يبدي يفكر صح لأن ما دام النفط يعني يبقى أسعاره مرتفعة 50-60 الدولة العراقية راح تبقى معتمدة على النفط كمورد وحيد لرفض موازنات شون رأيك انت؟ نعم السارة عيس بالنسبة للعراق إذا لم يحدد خلال هذه السنة أنه يأخذ هذه عبرة له أن ينوع الصادرات من خلال أنه العمل على تكون الضريبة هي المورد الآخر للبلد كون اليوم المنافذ الحدودية القمارك والضريبة تدخل للعراق ما يقارب من 12 إلى 13 تريليون هناك هدر للأموال من الضريبة ما يقارب 12 إلى 13 تريليون لم يكن هناك تفعيل للبرنامج الضريبة هناك هدر من خلال تعامل مع التجار من خلال دخول السلع والخدمات يعني إذا ننظر أنه خروج العملة الصعبة إلى الخارج لا تستوفي ما يدخل لها من السلع والخدمات فهناك على ما أعتقد أنه عملت مجلس النواب اللجنة المالية مع وزارة المالية على أنه يكون هناك توافق بين البنك المركزي والمصارف أنه يكون دخول الضريبة من خلال المصارف أنه يجي التاجر يريد يدخل السلع يأتي بوصولات وفواتير مزورة تدعم هذا الشيء ويكون الاستقطاع مباشر لا يكون عن قريب المنافذ الحدودية وهذا هو الصحيح تمام مستعد يوسف اسمحنا وكذا